البولوفار أو شارع الموسيقيين الشباب يقام كل سنة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب الغاية منه تمكين المجموعات الموسيقية الصاعدة من التألق وعرض إبداعاتها وسط جمهور واسع واكتشاف أخرى لا تزال مغمورة ومساعدتها على شق طريقها نحو الشهرة من هات الشباب اللي كخرج من البولوفار بزاف كيمشيوا كيلعبوا في مهرجانات في المغرب في مدن أخرين كيلعبوا على بره على بر الحدود وهذه الناس كيعطيوا على تاني واحد كيخرجوا التقافة ديالتقافة المغربية كينشروها يعني إلا قدرنا نديروا ديزامباسادور ديالتقافة المغربية من بين الأهدف ديالنا على مدى ثمانية عشر سنة أضحى مهرجان البولوفار يلقى إقبال كبير من الشباب المغربي المهوس بما تسمى الموسيقى الإلكترونية والراب والهيب هوب والروك مقابل رغبة المجموعات الفنية الشابة في اقتصام إبداعاتها مع المتعطشين لهذه الألوان الموسيقية نحن شبان أيضا ووجودنا هنا دليل على أن الشباب يجتهدون أيضا من أجل موسيقى جيدة وأن هذه الموسيقى لا يجب أن تبقى في الظل نحن نتقسمها مع شبان آخرين يشاركوننا العشق نفسه وبقدر ما شكل مهرجان البولوفار ملاذا فنيا للحالمين بالشهرة وعشاق الموسيقى الصاخبة بقدر ما أثار جدلا داخل الأوساط المحافظة التي دابت على انتقاد هذا المهرجان الذي يكرس باعتقادها فنونا غريبة عن الهوية المغربية ويشكل مرتعا للانحلال الأخلاقي هذه الأمور نلاحظها في الكثير من المهرجانات مهرجان أقادير مثلا مهرجان موازن مهرجان طنجة البولوفار في الدلبيضة وغيرها التي تتحول أحيانا إلى أسواق لترويج المقدرات وللتفسخ الأخلاقي والقيمي إلى درجة أحيانا تتحول إلى أسواق إباحية خلافا لهذا الرأي يؤكد المشرفون على المهرجان إسهامه في تقديم صورة عن مغرب التعدد الفكري والثقافي والانفتاح على الآخر تشير بعض الإحصاءات إلى أن المغرب ينظم حوالي 200 مهرجان سنويا أقلها تكلفة زاد عن 100 ألف دولار عشرة منها ذات طابع ثقافي والبقية للفرجة والمتعة لصرف النظر عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وللمساهمة في استقرار البلاد حسب رأي بعض المراقبين عبد الحيل بقالي الحرة الدار البيضاء